تتوالى قصص المعاناة التي يرويها ضحايا إجرام الميليشيات ضد سكان قرى قضاء المقدادية بمحافظة ديالة إذ قتل الكثيرون وأحرقت المنازل ونهبت أموال الناس وممتلكاتهم أبو داود أحد سكان قرى ديالة المنكوبة يروي كيف قتل سبعة من عائلته وحدها في ليلة ظلماء وهم الناس البسطاء الذين لا ينشغلون بمشكلات السياسة والسياسيين ولا يعلمون عن مخططات التغيير الديمغرافي التي تستهدف قرىهم أبو على أخويا يا أبو عباس يقول مفاجئة يقول كثيرون باب ماتي يقول أول ما كثيرون أبو عباس يقول صاحلي يا أبو يا أبو جوانا يقول أهالي حادية يقول أول ما كثيرون أبو عباس تعدى ونبعه على حالي وعلى عاليه ونبعه يقول طلبوا لها ثلاثة طرقات خذنا المنسج في قابل الوزير 15 يوم توفع عاثت الميليشيات فسادا في الأرض فقتلوا حتى الأطفال ونهبوا المواشي وهدموا البيوت أو أحرقوها وهجروا الأهالي قسرا من قرىهم تنفيذا لأجندات رعيهم الإيراني بيتين واحد حرقوا واحد سوى اقع سوى طراب هذا بيتي سوى اقع طراب ما خلوا عليه ذاك البيت قاطعهم عندنا واحد كل حرقوا والله ثاني ماكو لا شغل لا عمل مزود لا شغل لا عمل كيش ماكو والله وعلى الرغم من مرور شهر على مجزرة المقدادية فإن المهجرين من أهالي قرى القضاء لا يستطعون العودة إلى قراهم خشية لأن تعيد الميليشيات الكرة مرة أخرى في ظل تواطئ واضح من الحكومة وأجهزتها الأمنية إذ لا يزال مسلح الميليشيات الذين لفذوا تلك المجزرة طلقاء وربما يخططون لتنفيذ جريمة جديدة في ظل سياسة الإفلات من العقاب